بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا الفيديو بدنا نحكي عن رؤية الكنس في المنام بدنا نحكي عن رؤية الكنس في المنام ونبدأ بسم الله رؤية الشخص أنه يقوم بكنس السلم في المنام رؤية كنس السلم في المنام ترمز إلى التخلص من العقبات والمشاكل التي يواجهها صاحب الرؤية في حياته رؤية الكنس أو كنس السلم أو الدرج في المنام ترمز إلى التخلص من العقبات والمشاكل التي يواجهها صاحب الرؤية في المنام فهذه رؤية جدا محمودة نشوف رؤية أخرى إذا رأت العزباء أنها تقوم بالكنس بالمقنسة في المنام رؤية الكنس بالمقنسة في المنام للعزباء هو التغييرات الجذرية في حياة هذه العزباء فهي رؤية جدا رائعة ومبشرة نشوف رؤية أخرى إذا رأت الفتاة أنها تقوم بكنس بيت غير بيتها في المنام رؤية الفتاة أنها تكنس بيت غير بيت أبيها في المنام هذه ترمز إلى كرب موع الزواج وفتح بيت آخر لها بإذن الله فهي مبشرة ورائعة جدا هذه الرؤية نشوف رؤية أخرى إذا رأت الحامل أنها تكنس بيتها في المنام رؤية الحامل أنها تكنس بيتها في المنام وكأنها تجهز هذا البيت لاستقبال ابنها في المستقبل قريب بإذن الله تعالى فهي ترمز إلى موعد ولادة قريب وتكون ولادة يسيرة بإذن الله تعالى شوف رؤية أخرى إذا رأت المتزوجة أنها تكنس بيتها في المنام رؤية المرأة المتزوجة أنها تكنس بيتها في المنام هذه ترمز وتدل على سماع أخبار طيبة سماع أخبار طيبة لهذه المتزوجة وأحداث جديدة تفرح بها صاحبة الرؤية طيبين شوف رؤية أخرى من رأى أنه يكنس بيته بالمقشة وعنده مريض في المنام هذه الرؤية تقريبا نستطيع أن نقول أنها تحذيرية رؤية من يكنس بيته بالمقشة وعنده مريض في المنام تشير إلى رحيل هذا المريض وموته والله تعالى أعلم رحيل هذا المريض وموته والله تعالى أعلم نشوف رؤية أخرى من رأى أنه يكنس مكان ويجمع فيه الأرواث والفضلات في المنام رؤية كنس الأرواث روث الإبل أو روث الغنم أو روث البقر والفضلات في المنام هذه كنسها يشير إلى جمع مال حلال لصاحب الرؤية فهي رؤية رائعة جدا ومبشرة نشوف رؤية أخرى إذا رأت المتزوجة أنها تكنس بالمقشة وتنكسر المقشة في المنام رؤية كسر المقشة في المنام للمتزوجة التي تكنس وتستخدمها للتنظيف تشير أنها سوف تقع في محنة الرؤية هذه تشير إلى وقوع هذه المتزوجة في محنة يصعب الخروج منها يصعب الخروج منها فهذه رؤية تحذيرية لصاحبة الرؤية نشوف رؤية أخرى رؤية الكنس بالمقشة للفقير في المنام رؤية الكنس بالمقشة للفقير في المنام هذه رؤية جدا محمودة ورائعة وتشير إلى حصول المال والغنى حصول المال والغنى بعد الفقر لصاحب الرؤية نشوف رؤية أخرى وهي الرؤية الأخيرة رؤية الكنس بالمقشة للمسافر في المنام هذه الرؤية يعني ترمز هذه الرؤية إلى جمع الكثير من الأموال في هذا السفر لصاحب الرؤية فهي رؤية جدا مبشرة ورائع هذا والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته